اكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط العمرانية أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي من خلال عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ذلل الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات وبخصوص المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة بوكالة الزراعة والثروة البحرية فقد أوضح المهندس عصام خلف أن من أهمها التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديث من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356 بيتا وتنتج 3600 طن سنويا من مختلف أنواع الخضروات وتوفر 134 فرصة عمل وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 10 إلى 20% مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي ورفع الاكتفاء الذاتي وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الانتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبين الوزير خلف أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدرا مهما للغذاء في مملكة البحرين ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع لإنتاج ما يصل إلى 9250 طن سنويا من أنواع مختلفة من الأسماك ويعول على هذه المشروعات في خلق 63 فرصة عمل وأن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 50 إلى 62% ترجمة نانسي قنقر